شرف لينا خليني وانت من مش بس حفيد توفي الحكيم انت من مريديه ومن عشاقه ومن قراءه ومن باحثيه ودارسيه ايضا وانا اشهد خليني اعود الى بقى عودة الوعي واسألك عن هذا الكتاب وعن قصة كتابته ونشره وما فيه وانت دلوقتي حتى بعد السنين دي كلها بتشوفه ازاي واقع هذا الكتاب على توفي الحكيم وعلى العائلة وعلى مدى ما جرى فيه كل ده نريد ان ننصد معك معا معك يعني بداية انا حابب ان انا زي بحيك قلت رؤيتنا احنا كجيل جديد طبعا انا بقى عندي يعني خبشي سرفة ببقيتش جيل جديد جديد بالنسبة لهذه الاحداث لامنه عاصر يعني هذه الاحداث ومن زاوي التوفيق الحكيم يعني بالاخص اللي انا شايفه في عودة الوعي انه توفي الحكيم كان يحاكم نفسه قبل نقد التجربة النصرية هو كان بيحاكم نفسه يعني محاكم نعم وكان بيحاكم نفسه على مستوين المستوى الاول انه هو كان بيحاكم نفسه على قصر نظره وعلى بحدودية رؤيته في وقت ما بمعنى انه توفي الحكيم تلاتينات اربعينات الى اتنين وخمسين في كتاباته سلطان الظلام تأملات في السياسة شجرة الحكم السياسي كل كتاباته يعني يعني في كتاباته كان بيقول الآتي انه النظام اللي هو كان سائد ساعتها للبرلماني النيابي ان هذا النظام مترهل دي ديمقراطية زائفة وانه التقدم والاصلاح معطلان بسبب الفساد وبسبب البيروقراطية وبسبب انه ما فيش حاجة بتحصل يعني وانه يرى انه لابد من وجود قائد قوي مخلص يقوم على المشروعات القومية حيث الكل في واحد نعم تعبين يستخدمه في عودة الروح صحيح انا ما جبت سليط عودة الروح يعني اللي انا بوشير اليه هنا انه هو كتاباته يعني غير عودة الروح كتاباته في الحكيم كلها تلاتينات اربعينات الى مطلع الخمسينات بيقول هذا الكلام انه مش عاجبه النظام وعايز هذا القائد اللي يقدر انه يقوم بالمشروعات الكبرى انه لقيه مثلا انه في كتاب عصر الحكيم الف سمائة سبعة واربعين بينادي بانه يتعامل صندوق للعمال وزارة للعمال تستقطع جزء من مرتبات العمال ثم الحكومة تدعم هذا الصندوق لرفع مستوى معيشة العمال بيتكلم عن تحديد الملكية الفكرية وهو كان اقطاعي واسرته اقطاعية الملكية الزراعية الملكية الزراعية ويعني حاجة غريبة يعني وانه هو كان عنده بارده وكانه بالاعيان انما كان بينادي بهذا الامر كان بيقول انه مشكلة الغلاء حلها ان الشعب بياكل لحمة بدل سبع مرات في الاسبوع ثلاث مرات وبدل بياكل رز سبع مرات ياكلوا مرتين او ثلاث كان يقول عبد النصر بعد كده تقريبا حرفيا كل حاجة حرفيا فاندم اتقالت فمن هنا اللي انا عايز اقوله انه يعني وانا يعني لم ارى ناس يعني كثيرين تطرقوا لهذا الموضوع انه توفيق الحكيم كتب في التلاتينات والاربعينات كل اللي جي نفزه عبد النصر بالحرف يا كاد يكون بالحرف ولكن المحاكمة هنا بقى لهذا الامر انه هو كان متشجع جدا وبل بالعكس طبعا لما جاءت الثورة كان هو متشجع للرئيس عبد النصر وحب وحب الجم لان كل بيقول عليه كان بيطالب بإلغاء التربوش يعني بتوفيق الحكيم هو اول من نادة وعشان كده لبس البريه عشان يخلع التربوش كل اللي كان بيكتبه في كتاباته جاء أمامه رجل ينفزه فطبعا وقع في غرامه يعني حتى يعني حتى ما بيقولش كده ومش بين بس هذا معروف انه هو كان بيحب عبد النصر حبا جما يعني ولكن هو في الآخر مفكر والمفكر له دور يعني معروف فبالتالي هو بيحاسب نفسه ان ازاي رجل مفكر زيه ورجل يعمل بالفكر وبالفلسفة ازاي لم يرى مساوئ هذا النظام ان هذا النظام ممكن يؤدي الى تقليه الحاكم وبالتالي هيبقى بحكم فردي وبالتالي هتبتدي تغيب الحريات وبالتالي الامر هيؤدي الى فقدان الوعي الامة كلها فمن هنا توفيل حكيم بيحاكم نفسه انه هو ازاي ما شافش ده رغم انه كاتب السلطان الحائر وبنك القلق وكل ده نعم بلا شك وطبعا ده كان موود ولكن ابتكلم فيه مقابل كده يعني انه بتنبأ بالصورة طالب بكل اللي صورة عملته في الاول في الفترة اللي هي كانت الفترة اللي بيعتبروها فترة جميلة يعني ثم بحدث اما حدث فهو بيلوم نفسه ازاي ما شافش ده وبيلوم نفسه بشدة وبيحاسب نفسه بل انه هو بيحاكم نفسه انه هو كان عنده قصر نظر ومش المفروض انه رجل يعني حكيب امة او فيلسوف او اديب او رجل مفكر انه هو يقع يعني كده صحيح بالوقت